السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكو حباب قلبي عاملين ايه النهاردة مع بعض هنعمل رغوة الناس كافيه او الكويتشينو بتاعة الكافيهات ان شاء الله طريقة سهلة وبسيطة وهتعمليها ب25 جنيه هتقضي معاك الشهر كله شايفين ادي ايه الرغوة بتاعتها عالية جدا ومشاء الله لا هتحتاجي مضرب يدوي ولا مضرب كهربائي ان شاء الله شايفين شكلها عامل ازاي طحفة بجد هقرب لكم الكاميرا اكتر عشان تشوفوا الرغوة بجد قدية عالية ومشاء الله واخدى فهم عالي جدا واقولك ازاي طريقة الاحتفاظ بيها لمدة شهر في الفريزر بدون ما يفصل منك اول حاجة معايا هنا ده اللي هو الحجم الصغير 50 جرام من الناس كافيه النوعية دي تقدر تستخدمي اي نوع انت بتحبيه بس انا بحب النوعية دي جدا الكوباية دي كوباية نقصة حاجة بسيطة فبالتالي هحط عليها كوباية نقصة برضو نفس المقدار من السكر تمام كده يعني شايفين الكوباية نقصة برضو احنا بنحط النسكة فيه قد السكر قد المية حطينا كده كوباية نسكة فيه عليها كوباية من السكر هنقلبهم كويس جدا مع بعض تمام كده مهم السكر جدا في الوصفة لانك لو مستخدمتيش السكر بالتالي النسكة فيه هيفصل منك ومش هيديكي الفوم اللي انت محتاجه هحط عليها نفس المقدار من المية واقلبهم كده كويس وبعد كده هنستخدم معانا المضرب الكاربائي انا عملته قبل كده في الخلاط ونجح جدا برضو بس مدنيش كمية كتير زي الكمية بتاعت المضرب الكاربائي فلو ما عندكش مضرب كاربائي تستخدمي اللي هو الخلاط العادي بس مش هيديك كمية مش هيديك كمية اكتر تمام ببدأ كده اضرب على سرعة متوسطة زي مون شايفين اللون معايا بيكون غامق بالشكل ده بفضل اضرب فيه من 8 دقايق ل 10 دقايق لحد ما القوام يتقل معايا جدا وكمان يفتح مش معنى ان هو بدأ يتقل كده معايا في الخطوات دي بقى كده الطريقة يبقى كده خلاص بنقفل المضرب على كده لا لازم نضربه مش اقل من 8 دقايق عشان القوام يتقل معاك فبالتالي ما يفصلش منك لما تستحتفظ به لمدة شهر عندك في الفريزر شايفين القوام بدأ يتقل معايا جدا هتشوفه معايا يبقى تقل ازاي وهوريكم برضو قوامه عن قريب عشان تعرف القوام المزبوط لعمل رغوة انه تكفي في البيت الطريقة سعلة وبسيطة وتنجح معاك من اول مرة بس المهم جدا طريقة الحفز تكون صحيحة تمام شايفين اللون بقى افتح معايا خالص ازاي والقوام كمان تقل جدا هوريكم برضو كده احنا ضربنا حوالي 8 دقايق شايفين القوام تقل ازاي كده تمام هوريكم برضو شايفين القوام بقى عامل ازاي تقل جدا زي قوام الكريم شنطي كده وكده طريقة بتاعتنا تكون نجحة تعالوا بقى نعمل احلى كوباية كابتشين وعن نتكفي في البيت شايفين باخد كده معلقة وبنزل باللبن السخن اللبن مهم يكون سخن ما نفعش ابدا تدخلي تحطي المكوانات كده لبعضها وتدخليها المايكرويف عشان تستخنيه فبالتالي هيفصل منك رغوة مش هيديك الفوم اللي انت محتاجه خلاص كده تمام بقلبو كده كويس جدا بس يعني وانا بقلب معلش ايدي كات مدارية شوية بس دلوقتي هتشوفوه قوامه عن قريب هيبقى شكله عامل ازاي خلاص كده اهو طبعا لو انت حب بقى تقطري اكتر من معلقة ما فيش اي مشكلة بس انا بقى كفاية بالنسبة لي معلقة كويس جدا شايفين المعلقة عملت قدي ايه معايا فو معالي قدي ايه تمام كده عندي بقى كاكاو خام كاكاو اللي هو اللي هو دري ملك ده بيكون حلو جدا بحط شوية على الوش وبديني طعمهم حلو وميز شايفين القوام بقى تقلل الزلة بس ارتو شوية ايه رأيكم بقى تحفة بجد بتمنى تجربوه ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من المتابعين والفترة الجاية كده تشجعوني اللايك يا جماعة بيشجعني ان اقوموا صور لكم فيديوهات جديدة فيلا بقى حطيلي لايك للفيديو تمام كده يعني بخمسة وعشرين جنيه هتعملي احلى كوب نسكا فيه في دقيقة واحدة هتكوني محضرة نسكا فيه سهل وسريع والفوق بتاعه عالي بالشكل الجميل ده زي ما كلنا منحب تعالوا بقى اولوكو على طريقة الحفظ الصحيحة عندي كده علب بلاستيك او علب ازاز اي علب محكمة الغلب ببدأ كده ان نحط فيها الرغة بتاعتي ومهم جدا ان انا اتخلص من اي فراغات عشان الرغة بتاعتنا ما تفصلش ما تلاقيش بقى من تحت كده الكاكاء الاسفة القهوة تحت بترصبها والرغوة عالوش فمهم جدا خطوة الضرب ومهم جميعا الحفظ بتاعها قفلتها بالشكل دوت وهعمل كمان عبوة كمان كان عندي كمان علبة دي يعني خدت نصطها بس مش مشكلة وعملنا احلى كوب نسكا فيه دقيقة واحدة عملنا احلى كوب نسكا فيه دمتم في رعاية الله ومع السلام اشتركوا في القناة